فهذا إدغام تام يعني ماكو بعد النون لا تنطق على الإطلاق فهو لم يكن له بس الآن ركزوا جيداً في هذه الكلمة لأن هذه كلمة ابتلائية ذا جاهزة العبارة كوفوان انتو شلون قرأتوها؟ كوفوان ايه شوف اكو خطأ حتى في الحركات كوفوان ما ادري شلون صارت يعني كلمة أخرى فهذه آخر آية هذا الآن يعني يتعين ان شاء الله انه هذه تركزون عليها لأنها اثناء الصلاة مسألة ابتلائية فعيدوها رجان آخر آية ولم يكن له كفوا أحد ايه نفس الشي شفتوا الخطأ المتراكم ايش قد يحتاج له وقت حتى يصلح ليش احنا جاينا هل قد نركز على هاي الأمور فمن نبدي ملاحظات ونشدد عليها ارجو من كل قارئ الآن موجود هنا يركز على هذا اذا حبي يسجل نفسه بعدين يرسل التسجيل بس اهم شي هو يظل يسمع شنو هذا الخطأ اللي انا جاي يقوله لان انا اوضح انا متأكد المتلقي يقول ما جاي يعني يلاحظ الفرق بين اللي اتا تقوله وبين اللي انا اقوله ليش لانه خطأ متراكم صار له فترة يحتاج يتسعب للاصلاح ما نقدر احنا لو مهما اجلس اقولها ثلاث مرات ممكن ما تصلح كثيرا فارجو التركيز على هذه الندقات خاصة اللي تسبب شوية لا سمح الله يعني خلل بالقراءة لا بأس نحاول مرة اخرى رح اقراها ثلاث مرات حاولوا بنفس الطريقة ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد رح ابطأها ولم يكن له كفوا احد الان ان شاء الله تفضلوا ولم يكن له كفوا احد شوية افضل بالنسبة الى كفوا بس بعده بها ريحة الفتحة مو الا الضمة كفوا اي ولم يكن لا نسمع النون ابدا اي هكذا ولم يكن له كفوا احد تقريبا هيتشي جاهد صير بيها فتحة بعد مرة خلا بس ولم يكن له كفوا احد زين اريد هاي النون ما ليكن في بالكم امحوها امحوها عن الصفحة تماما شنون رح تقروها العبارة او الآية ولم يكن له احسنتم هذا تمام والكفوا ولم يكن له كفوا احد ما شاء الله احسنتم قراءة صحيحة جيدة احسنتم كثيرا